السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة منار كنتمنى تكونوا على خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الكسكسو بالخضراء واتفايا كي يجي لديد لديد بزافة كنتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديلكم تنتهما وكما العداء ما تنسوناش بالدعم للقناة ليش في القناة ديالي الأول مرة ما تنسوش تدرو أبوني وتفعلوا الجرس باش وصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا وشكرا لكم ودبا إن شاء الله غضي ندوزو باش ننبدو إن شاء الله في تحدير ديالكسكسو ديالنا فهنا خديت جزلي في متوسطين ديالكسكسو فدائما إن الكيميا كتكون على حساب عدد الأشخاص فغضي نغسلو للكسكسو ديالنا صافي غضي نصفوه إنو ذاك الماء وغضي نخليوه جانبا تا يشرب لنا ذاك الماء مزيان صافي وغضي نرجعو باش نحلوه مزيان ونضيروه إفورت فورا اللولا إن شاء الله دبا غضي ندوزو باش ننصبو الطوا ديالنا هنا خديت اللحم تقريبا نص كيلو هنا خدي ضفت عليها بصلة كبيرة مشلدة وبالنسبة للتوابين هنا غضي ناخد معلقة متوسطى عمرة ديال الخرقوم ومعلقة صغيرة عمرة ديال اللي بزار ومعلقة كبيرة عمرة ديال اسكين جبير والملح على حساب الرغبة صافي هده هم التوابين اللي ضفت ما كان نضيفش كنور ما كان خدموش باتاتنا في الضياب ديالي فقط إلا كان زعفرن شعره لما متوفرش ماشي ضروري فقط كان كتافي بهاد التوابين هادو وكتجي لمرقة الديدة بزاف فبالنسبة للزيت هنا ضفت نسكس ديال زيت العود وضفت اربع كاس ديال زيت المائدة صافي حتيت الطوا ديالي تتقلت لي مزيان وهنا ضفت يعني المرقة فبالنسبة لمرقة نضيف القياس اللي غضي يطيب فيها الحم وطيب حتى الخضراء ثم ضفت الحمص وحزمة ملمع دنوس صافي نسدو على الطوا ديالنا وكنخليوها الطيب دابا غضي ندوزو للكسكسو ديالنا فغضي نحلوهم زيان بهالطريقة هادي وغضي نضيفو علي الجوج مع القضية للزيت سواء زيت البلدية والزيت الرومية فاكم الاختيار صافي وغضي نحلوهم زيان ونديروه يفور تفويرا اللولا ان شاء الله ندوزو باش نحضروا تفايا ديالنا هنا خضيت بصلة كبيرة غضي نقطعها شرائح طوال على هاتشكلادة فاخدي تغيب بصلة واحدة يعني احنا قلال فايلا كانوا الناس بزافة كتاخدوا يعني احد الكيمية ديال ديال البصلة اللي تقطكم فمن بعد ما غنسليم تقطع ديال البصلة غضي نزيد عليها العطرية اللي اضفت في النصيب يعني القليل من اللي بزار لاني راس مع القامل حاجة اللي بزار والخرقوم والملح وسكينجبير وغضي نضيف عليهم كالصغير ديال الماء ثم مع القاء ديال الزيت غضي نسد على الطوى ديالي فغير تبدأ كتصفر غضي نحسب لها جوج دقيق تلتلات دقيق صافي وكنحلو عليها كنلقاو البصلة ديالنا نزلات وكنضيفو عليها الزبيب فكنكنو غسلناه وارطبناه خليناه يعني خليناه في الماء تارطب لنا صافي كنضيفو كما قلت لكم الزبيب وكنضيفو المعلقة صغيرة ديال القرفة جوج معالقة ديال سانيدة كبار صافي وكننا نخليوها تتعسل لنا تفايا ديالنا مع مواصلة تحرك دابال الكسكسو ديالنا من بعد دماء فار لنا تفايا اللولا حيدناه ضفت عليه واحد الكس ديال الماء صافي حركتو واحد شوية وغطيتو خليتو تا شرب لنا ذاك الماء صافي ومن بعد دفت عليه الملحك صافي وغضينا نزيد نحلو مزيان عنتو ما يعني ما كيتعجن موالو صافي هنا غضينا من بعد ما رتح لنا غضينا نرضو هفور تفايا تانيا ان شاء الله تفايا ديالنا من بعد ما ضفونا عليها الزبيب كي ما كاتلاحظو صافي كان بدو نحركو فيها بها الطريقة هذي باش ما تلسقش لنا صافي حتى تتعسل لنا وتوجد صافي وكاننا نضفو عليها ونخليوها جانبا بالنسبة الخضراء ديالي من بعد ما نقيتها هنا درت القرعة الخضراء والقرعة الحمراء وخيزو لللفت وهنا درت حبة كبيرة من ديال مطيشة محكوكة او لجوج حبات صغار محكوكين صافي هنا غضي نحلو على طاوة ديالنا فمن بعد ما طاوة ديالنا للحيمة كنحيدوها صافي هنا غضي نضيف الخضراء فبالنسبة لي انا من اللول كندير المرقى القياس اللي غضي يطيب لي للحم وطيب لي حتى الخضراء يعني ما كان بقاش نزيد كل مرة كان نزيد يعني في الماء فهد طريقة هديك يعني للمرقى كتجي باس لك فمن اللول يعني طاوة ديالي انا حافظها يعني عارفة علاش يعني اللحم وطيب اللي كتطيبه والدجاج المدد اللي كتطيبه يعني حافظة طاوة ديالي صافي كندير لها المرقى القياس اللي كي يعني اللي كيكفيني في لفت طيب ديال اللحم ولفت طيب ديال الخضراء صافي هنا كيما اقول لكم من بعد ما ضفت الخضراء ديالي ضفت هنا مطيشة صافي غادي نسد على الطاوة ديالي فهنا غي كتبدا تصفر اربعة دقايق صافي كن نحلي عليها كتكون الخضراء واجده طيبه فالخضراء ديالي كيما كتلاحظو هي واجده طيبه طيبه صافي غادي نخلي الطاوة ديالي تقلى واحد شوية صافي ونطفوع عليها هنا اللي كتكسو ديالنا من بعد ما فار لنا تفوير الخرية حيدنا دا بغا دينا نحله مزيان فانتو ما ما كيجي لمعجل نوالو وهنا فيما كتدهنوه باسم الحار ولا كتضيفو يعني زيت العود ولا يعني زبدة حلوة عادية فالكم الاختيار كل واحد واشنو كيبغي فبالنسبة لي انا ما مدهمتو تبشي حاجة خليتو هكا صافي غادي نحله مزيان ونقدو وندوزو باش ننطقيو الطاوة ديالنا ان شاء الله وطريقة ساهلة فبالنسبة للمبتدئات اللي تبعتوها الطريقة فانا متأكدة ان الليكسكسو غاينجح معاكم مليون في المليون وغيجيكم لديد بزاف فهنا من بعد ما غا نقدو الليكسكسو ديالنا صافي غادي نحطو اللحيمة غادي ننسقيو الليكسكسو ديالنا بالمريقة ونقدو للخضيرات ديالنا نحط التفايا وغادي نحطو التفايا ديالنا من الفوق ثم غادي نزينو باللوز خضيت واحد الكيمية خويت علي هنما طيب كيمة العادة نقيتو وحمرتو في الزيت صافي وبالنسبة للكسكسو فاسبق لي وحضرت معاكم الكسكسو بالتفايا وحضرت معاكم التفايا يعني بتحضير بالتدقيق يعني حاجة بحاجة فلا بغيتو ترجعوا لي هذا غا نخلي لكم الرابط ديالفيديو في اول تعليق وهذا هو الطبق ديالنا اللي كنتمنا إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وشكرا لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله واشركم بروكة وجمعة مباركة وشكرا لكم وشكرا لكم وشكرا لكم